والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف ولهذا الفرق بين القدرة والقوة من وجهين الوجه الأول أن القوة أن القدرة يقابلها العجز فالمقابل أو ضد القادر العاجز الدليل قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا أما القوة فيقابلها الضعف قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثانياً من الفروق أن القادر أن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور بخلاف القوة فيوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور فمثلاً تقول جدار قوي ولا تقول جدار قادر لأنه ليس له شعور وتقول سيارة قوية ولا تقول سيارة قادرة أما إذا كان له شعور فيوصف فتقول هذا رجل قوي وهذا رجل قادر إذن الفرق الثاني أن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور وإحساس أما القوة فيوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور ترجمة نانسي قنقر